عن كثب وباهتمام بالغ تراقب الولايات المتحدة الأمريكية التصعيد الذي شهدته كاركوكا الأيام القليلة الماضية والعلاقة بين أربيل وبغداد التي تشير بوصلتها نحو التوتر لأسيما في موضوع حصص الإقليم من الموازنة وإرادات النفط فاشنطن دعت الأطراف جميعا إلى نبذ العنف وحل الخلافات عن طريق الحوار وتفعيل العمل بالمادة 140 من الدستور العراقي فضلا عن الدعوات تلك كشفت واشنطن عن تكثيف اتصالاتها مع بغداد وأربيل على حد سواء للتشجيع الحوار والوصول إلى حل للأزمة فما طبيعة هذه الاتصالات وكيف ستسهم في التهديئة وحل الإشكاليات العالقة بين المركز والأقليم كيف ستتعامل بغداد وأربيل مع تلك الجهود حلقة نهاية الأسبوع من بالعراقي نتناول هذا الموضوع بتفاصيل خليكم يعلم أهلا بكم حلقة آخر الأسبوع من بالعراقي معكم علي زبيدي وسط توتر يسود المدينة عشائر كاركوك تتفق على عدم التخندق القومي داعية إلى التهديئة والخطاب المعتدل للحفاظ على السلم المجتمعي في المحافظة وواشنطن تدخل على خط الأزمة وتدعو جميع الأطراف لحل الخلاف واللجوء إلى الدستور بتفعيل المادة 140 لحل المشاكل العالقة حول كاركوك نحن نراقب عن كثب التوترات في كاركوك ونجين أعمال العنف التي وقعت ونعرب عن تعازينا لأسر القتلة وتدعو الولايات المتحدة جميع الأطراف إلى حل أي خلافات عبر الحوار وتفعيل المادة 140 من الدستور العراقي بالطبع نحن تواصل بشكل منتظم مع الشركاء في بغداد وأربيل وسأترك الحديث لبعثتنا في المدينتين للتعليق على هذا الدور الذي نشاركون به هناك تدعيات أحداث كاركوك الأخيرة ما تزال تتفاعل داخل المحافظة وخارجها وفي خطوة للتهديئة والحفاظ على السلم المجتمعي أطلق الشيوخ ووجهاء من المحافظة دعوات لتعزيز الخطاب المعتدل وإبعاد المدينة عن الخلافة المذهبية والقومية حسب تعبيرهم إننا نلخص رؤيتنا تجاه هذه الأزمة أولا توجيه الخطاب المعتدل الذي يدعو للتسامح ونبذي الحلم بكل أشكاله إبعاد محافظة كاركوك عن الصراعات المذهبية والقومية والسياسية الاحتكام والتشاور والرجوع في القضايا الأخلاقية في الدستور التعاون والمشاركة الفاعلة في توفير الأمن والنظام جبهة تركمان العراق بدورها دعت الأوساط السياسي للتوقيع على وثيقة شرف للتعهد أمام أبناء محافظة كاركوك بالعفاظ على السلم المجتمعي وتعايش السلمي وتحريم إراقة الدماء والحفاظ على الثوابت الوطنية تدعو قائمة جبهة تركمان العراق الموحد القوائم الانتخابية والأحزاب المشاركة كافة في انتخابات مجلس محافظة كاركوك للتوقيع على وثيقة شرف للتعهد أمام أبناء محافظتنا العزيزة كاركوك بالحفاظ على السلم المجتمعي والتعايش السلمي وحرمة إراقة الدم الكاركوكي هذه الدعوات تزاملت مع اجتماعات تعقدها الأحزاب الكردية مع ممثل رئيس الجمهورية عز الدين مجيد الذي كان من المفترض أن يعقد مؤتمرا صحفيا لكنه انسحب في اللحظة الأخيرة وتأمل الأوساط المجتمعية هنا في أن تسهم دعوات التهدئة في إبعاد المحافظة عن مخاطر الصراع السياسي وتداعياته وترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة سعدون السلطان الحرة كاركوك إذن نبدأ الحديث في حلقة الليلة مع ضيوفنا من برجينيا الأمريكية سفير الأمريكية الأسبق في العراق ومدير برنامج الشرق الأوسط في مركز ولسن للدراسات السفير جيمس جيفري ومعنا أيضا كينيث كادزمن كبير الباحثين في مركز سوفان للدراسات الاستراتيجية ومن بغداد مع الدكتور أحمد الشريفي الخبير الأمني والاستراتيجي ومن أربيل الأستاذ كفاح محمود الباحث والكاتب السياسي كل الهلا بكم ضيوفنا الكرام ومساءكم خير أبدأ مع السفير جيفري كيف تنظر واشنطن لأهمية علاقتها بالأكراد كحليف وخاصة في العراق وكيف تنعكس الخلافات بين بغداد وأربيل على تلك الأهمية جوابا عن سؤالك علي أن أتكلم عن موقف النقبة السياسية في واشنطن في الحكومة والكونغرس والجيش والأكاديميين وهيئات الفكر وغيره بشكل عام واشنطن تعتقد أن العراق هو دولة تنظر إليها إيران للتوصل إلى إنشاء الهلال الشيعي بعد السيطرة أيضا على لبنان هذه هي الفكرة العامة أو المنظور الأمريكي ولكن المشكلة هي أن الإدارة استعترف بذلك لا تبدو أنها مهتمة بلعب الدور الذي لعبته أمريكا أولا لحل الصراعات بين الفئات العراقية المختلفة على المستوى الداخلي ثانيا جلب بعض التوازن عبر الوجود الأمريكي للوجود الإيراني حتى الآن لا نرى مجهودا من هذا النوع استمعنا في البداية أعتقد لكلام للمتحدث باتيل لم يكن واضحا جدا يقول نتابع كل شيء عن كثب ونطالب كل الفرقة بإيجاد حل سلمي للخلافات هذا لا يعني أي شيء ثم يقول استمعوا إلى السفارة أنا كنت في السفارة طبعا يجدروا أن يلعب السفير دورا أساسيا ولكن غالبا واشنطن يجدروا أن تدعم السفير أي كان عبر إرسال مبعوثين ومسؤولين للعمل مع العراقيين والضغط على بعض الفرقاء والضغط على إيران هذا ما لا نراه في هذا الوضع الخطر ومع كل المشاكل التي تواجهها الدولة العراقية الآن خاصة مع إيران طيب أبقى معك سعد السفير لكن السفيرة لنا رامونو بسكي واحدة من أكثر يمكن السفراء في المنطقة الذين يزورون مسؤولين في الوقت الحالي ويلتقون لقاءات مختلفة مع كل الجهات في بغداد وحتى في الأقليم هناك أيضا قنصل جديد أمريكي في الأقليم يبدو أنه أيضا يقوم ببعض هذه العلاقات ألا ترى بأن هذا الحراك يؤشر لاهتمام أمريكي بالملفات العراقية في الوقت الحال نعم أعرفها هي جيدة جدا أنا كنت أعتقد أنني سفير جيد وطبعا أعرف أن الزيارات التي يقوم بها المسؤولون الأمريكيون أمر مهم نعرف أيضا أن الرئيس بايدن نائبة الرئيس هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكين ومسؤولون كبار في الإدارة وفي الكونغرس لا بد من زيارة العراق لا يكفي أن يستمع العراقيون إلى السفيرة هذا مهم ولكن يجدر الاستماع أيضا إلى مسؤولين من واشنطن لأن السفير لا يسيطر إلا على الشؤون الداخلية أما الآن في كل المسائل التي تهم العراق وكل المشاكل لديها بعض إقليمي هي أمور تتعلق بدور سوريا ودور تركيا ودور إيران ودول عربية أساسية لديها مصلحة في استقرار العراق ووحدته واستقلاله عن إيران هذا ما لا يمكن للسفيرة أن تفعله بل واشنطن يجدر أن تفعله ولا تفعله بما فيه الكفاية اليوم وسنخصص وقت بالتأكيد لنلقي نظرة على السياسة الأمريكية في المنطقة ليس فقط مع العراق شكرا لك سعد السفير أذهب إلى سيد كفاح سيد كفاح محمود كل الهلبيك في بالعراقي أزمة الثقة بين بغداد وأربيل تظهر بين حين وآخر لماذا اليوم نرى أن التصعيد على الملفات الخلافية هذا يكبر رغم أن الجميع قبل فترة قصيرة كان يطرح ويسوق لعلاقات متناغمة ما بين أربيل و بغداد بداية أحييك أستاذ علي وأحيي زميري العزيز من بغداد القريشي والإخوة لا معنا دكتور أحمد الشريفي عفوا الدكتور أحمد زميرنا قصة الشريف ما يحصل أنا بتصوري انقلاب واضح جدا على مجمل الاتفاقيات التي وقعت أو تفق عليها قبل تأسيس تلاف إدارة الدولة وواضح جدا أن هناك انقسام حتى في الإطار هناك سراع في الإطار تشرذ مراكز القرار في الإطار سيطرة قوى الميليشيا تحديدا المعروفة يعني أصائب أهل الحاق وملحقاتها من كتائب الشهداء وحزب الله وإلى آخره أعتقد ليس من مصلحة هذه القوى أن تنجح حكومة السوداني وهي تضغط بهذا الاتجاه حقيقة بانقلابها على التوافقات أو الاتفاقيات التي حصلت أنا لا أقول توريط السيادة والديمقراطي في الدخول في تحالف معهم ولكن هذه القوى أيضا كما قلت لك متصارعة حتى مع بعض القوى المعتدلة داخل الإطار ولذلك هم يشتغلون أو يعني يركزون جل اهتمامهم بالنقاط الساخنة في كاركوك في مسألة الرواتب في مسألة النفط في كثير من الخلاف يعني الإشكاليات ما بين بغداد وأربيل حتى قبل إدارة الدولة كانت هناك مجموعة من الاتفاقيات ما بين بغداد وأربيل فيما يتعلق بالنفط المادة 140 كان يتم ترحيلها طبعا واضح أن عملية الترحيل منذ 2005 واضحة جدا هي تناغم وتحالف غير معلن مع القوى التي استفادت من عملية التغيير الديمغرافي سواء في كاركوك أو في سنجار أو في سالنينة أو في مخمور أو في خانقين ومندلي معظم هذه المناطق هناك مستفيدين هؤلاء المستفيدين استطاعوا أن يخترقوا جدار النظام الجديد الذي تم تأسيسه في 2005 وبدلوا زيهم وأثوابهم ودخلوا ضمن النظام وبدأت هذه المنظومة تكبر إلى أن وصلت إلى مراكز القرار ورأينا دود الفعل في كاركوك كيف أن التورانية المتعصبة التركية مع الشوفينية الثانية الأخرى التي مثلها أولئك الذين رفعوا شعارات لا 140 لا للكرد في كاركوك لا إلى آخره ولعلى رد الفعل للعشائر الذي صدر من قبل العشائر التي ترتبط ارتباط وثيق مع كردستان ومع عشائر كردستان يمثل الجانب الخير في العملية يعني يقطع الطريق على بقايا المستفيدين من عمليات التغيير الديمغرافي في هذه المناطق أعود إلى مسألة الإشكاليات مسألة الإشكاليات أنا أعتقد تستهدف السوداني قبل استهدافها للقليم وربما هذا التحسس بأن هناك تخوف أو خشية كبيرة لدى هذه القوى الميليشياوية والعصابات المسلحة من أن الأمريكان لديهم توجه لقطع الطريق على هذا الهلال الشيعي الذي يبدأ على مهل الحدود السورية وقطع ارتباطهم نعم أستاذ كفاح عذرنا المقاطعة قبل ارتباطهم مع أقرانهم في سوريا ولبنان وصلت الفكرة أسمع من كنث كازمان كنث كازمان مقالتك الأخيرة تحدثت فيها عن أن العراق يواجه عدد من التحديات الداخلية والضغوطات الداخلية والخارجية وقلت بوضوح بأن إيران تفرض نفوذها على شؤون العراق وأن هذا الفرض يؤدي إلى الانقسام بين الأغلبية العربية في العراق والأقلية الكردية لماذا تعتقد بأن الخلاف هو مدفوع من إيران وليس خلاف سياسي داخلي ما بين بغداد وأربيل لمسائل مالية ومسائل سياسية داخلية نعم شكرا على الاستضافة طبعاً طبعاً إيران ليست سبب المشاكل بين بغداد وأربيل ولكن إيران تنتهز الفرص لتعزيز نفوذها في العراق ولمحاولة الضغط على بغداد لتطالب أمريكا بالرحيل هذا كان أساس الحجة التي قدمتها إيران تريد أن تجد فرصاً لتضغط على الحكومة الأمريكية العراقية عفواً لتطالب الحكومة العراقية أمريكا بسحب قواتها ما تقوم به بالتالي إيران هو العمل مع الميليشيات كما قال ضيفك من أربيل ومع مجموعات أخرى وكذلك رئيس الوزراء المالكي السابق يلعب دوراً هناك محاولات للضغط على الأكراد وتعزيز الهوى بين بغداد وإربيل والغرض هنا هو خفض النفوذ الأمريكي إيران تعتبر أن الأكراد هم شريك وثيق للولايات المتحدة الأمريكية ونعرف أن أمريكا لديها علاقات وثيقة مع الأكراد شمال العراق منذ اشتياح صدام حسين للكويت وحتى قبل ذلك العلاقة وثيقة جداً وإيران تبحث عن سبل لتجعل بغداد في وضع معادل للأكراد وكذلك لخلق الفتن بين بغداد وواشنغتون والضغط على بغداد لتوقيع اتفاقيات مع تهران لوضع حد للمعارضة الإيرانية في المناطق الكردية وكذلك تريد من بغداد أن تقضي على الملاذات الآمنة التي تجدها مجموعات المعارضة الإيرانية في الشمال وبالتالي دائماً ضغط إيراني على بغداد إيران تستعمل كل أنواع الضغط في هذا الإطار شكراً سيد كازمان دكتور أحمد الشريفي هل ما حصل في كاركوك يظهر لنا ما يعرف بالنار تحت الرماد مثل ما يقولون بأن الوضع الأمني فعلاً لا زاله في بعض المناطق تحديداً في كاركوك وأن الأزمات السياسية ممكن أن تعيد الأمور إلى عدم الاستقرار الأمني بسم الله الرحمن الرحيم حتى نحدد أصل الخلاف هل هو خلاف بين الحكومة الاتحادية وبين الإقليم أم هو نتاج لمؤثرات خارجية ودعنا نستعير ثلاث مفاصل مهمة في الدستور العراقي ونطرحها كفرضية للدقاش ثم بعد ذلك نؤكد حقيقة مؤدها أن الذي يحصل من خلاف بين الحكومة الاتحادية والإقليم هو بدوافع إقليمية النظام الفدرالي لم يكتمل في العراق بقي الإقليم في حين بقيت بقية المحافظات غير منتظمة بإقليم الغاية منها تعطي للمشروع السياسي في العراق المادة 140 عدم تنفيذها وقانون النفط والغاز هذه بالحقيقة ليست معادلات غابت فيها الإرادة الوطنية للذهاب باتجاه تنفيذها وإنما بسبب الضغط الإقليمي فشنا في تنفيذ البرنامج الحكومي والالتزام بالمضامين الدستورية وبالمبادئ الأساسية للدستور على سبيل المثال في قضية الفدراليات فإذن المؤثر الإقليمي فاعل هسا البعض يقول ما هي خيارات وطنية هي علاقة بين إقليم وبين الحكومة الاتحادية نعم ولكن استطاعت الدول الجوار أن تخترق المنتظم السياسي عبر حلفاء والدليل في ذلك التوقيت الذي حصل فيه التداعي في كاركوك وليس بعيد عن ما حصل في دير الزور والاشتباك كان عربيا كرديا حصل ذات الاشتباك في كاركوك عربيا كرديا وحضرت قضية التركومان كورقة خرج أحد الباحثين من تركيا وقال سنستخدم اتفاقية لوزان للدخول عسكريا من قبل تركيا إلى كاركوك للحفاظ على الأقلية أي بمعنى أن الجميع متوثب على الحدود العراقية من أجل التدخل بشأن سياسي في العراق ما يؤسف إليه أنه غياب القرار الوطني الاتحادي الذي يراعي فيه الثوابت الوطنية والجسد الوطني دون المؤثرات الإقليمية غائب والدليل أنه الآن يبتز الإقليم في الموازنة في الموازنة يجب أن نراعي حقيقة مؤدهة من يبتز الإقليم؟ هذه أبجديات الشؤون المالية الذي يحصل في الإقليم أنه على سبيل المثال في الموازنة المالية يتعاملون مع الإقليم أسوة ببقية المحافظات ما هو المنطق يقول أن هذا إقليم أي بمعنى أن مسألة الإنفاق وإدارة الموارد المالية تختلف عن المحافظات المحافظة التربية والتعليم فيها مركزي اتحادي الأمن والعسكر اتحادي وبالتالي ترشق عمليات الإنفاق فلا يجوز أن نسقط المنسوب العالي للموازنة على المحافظات وعلى ذلك فقص وخصوصا فيما يتعلق بقانون النافط والغاز قضية المادة 140 هي مادة تتعلق بالفدرالية يعني لو تحقق الفدراليات تلطائيا نحسم ملوك المادة 140 لازم أعطيك وقت أكثر لأنه فكرتك أريدك تكملها ويمكن أن نظلم شوية بالوقت بس خليني أستاذنك الآن أروح بس فاصل سريع ونرجع نكمل لأنه عندي وقت فاصل لازم أخذه بعد الفاصل ما مدى تأثير الوساطات الأمريكية تقريب وجهات النظر بين بغداد وأربيل خليكم أهلا بكم مرة أخرى نعود ونواصل الحديث مع ضيوفنا الكرام وأرجع لدكتور أحمد شريفي دكتور أحمد كمّل فكرتك وأريد أسأل اليوم أكوى وساطات تحاول واشنطن عبر ممثليتها وقنصليتها في أربيل وأيضا عبر السفارة في بغداد أن تتوسط ما بين الطرفين بغداد وأربيل مدى نجاعت هكذا نوع من الوساطات في هذا الوقت بالحقيقة خط الشروع إيجابي ويدلل على أن المعادلة ستتحقق باتجاه جملة من القضايا التي هي مهمة وحساسة بدأت السفير الأمريكي في إجراء إيجابي جدا وهو توحيد البيش مارقة بين البيش مارقة التي تابعين إلى الديمقراطة وبين من هم تابعون إلى الاتحاد هذا التجميع البيش مارقة سيجعل الميدان تعبويا وأمنيا نقيا من التدخلات الإقليمية لا التركية ولا الإيرانية إذا نجحت كخطبة ثانية مع خط الشروع في هذه حزبة الإجراءات إلى توحيد القرار السياسي تلقائيا ستتجه باتجاه الحكومة الاتحادية بإلزام الحكومة الاتحادية بالإيفاء بتعهداتها تجاه الإقليم هذه النجحنا فيها سنبعد المؤثر الإقليمي لا سيما أنه قضية العزم الجغرافي الذي تحدث عنه الزملاء باختصار هل صوت واشنطن مسموع في بغداد هل صوت واشنطن مسموع في بغداد وباختصار لو سمعت بالحقيقة هناك ضغط هناك ضغط على ائتلاف إدارة الدولة من قبل إيران لكن تبقى الضغوط الأمريكية أقوى لأننا على سبيل المثال لماذا هناك ضغط في كاركوك لأنه كل المعطيات تشهي إلى أنه الاتحاد سيتراجع الحليف إلى إيران وسيتقدم في كاركوك وربما يحصد أصوات عالية جدا الديمقراطية الذي هو حليف إلى الأمريكان ومعنى ذلك أن هناك نجاحات يحققها الأمريكان في الميدان عبر آليات الانتخابية شكرا يجب أن تذهب لرأس الهرام رئيس الوزراء والقهد العام القوات المسلحة وتستنطق النواية شكرا دكتور دكتور دعيني أرجع السفير جيمس جفري سعد السفير أيضا يعني ذكرت بأن واشنطن عليها أن تقوم بدور أكبر أكثر إلى أي مدى ترى في هذا الوقت وأنت عملت في العراق طبعا في ظروف مختلفة في وقت لربما أصعب ولا ربما أسهل يعني حسب تسأل من تسأل إلى أي مدى ممكن لواشنطن أن تؤثر كوسيط ما بين أربيل وبغداد نعم أولا هناك تاريخ طويل من التعاون والإنجازات بين المنظومة السياسية العراقية منذ العام 2003 والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في إطار الإتلاف الذي يضم دولا أوروبية وعربية ويعمل معاللات المتحدة الأمريكية وكذلك المنظمات الدولية صندوق النقطة الدولية والبنك الدولي والأمم المتحدة كل هذه المؤسسات تريد أن يكون هناك استقرار في عراق مستقل وفيه السلام لا يريدون أن يتحول العراق إلى بيروت جديدة وإلى انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني وسيطرة إيران كما يحصل في لبنان وبالتالي الولايات المتحدة يمكنها أن تستعمل قدراتها وبرامجها للمساعدة للجيش وكذلك على المستوى الاقتصادي والمالي وعلى مستوى الطاقة وكذلك دول أخرى للمحافظة على موقف موحد لمطالبة إيربيل وبغداد وأنكرة بحل النزاعات المتعلقة بالنفط بطرق سلمية حتى الآن هناك نصف مليون برميل نفط يمر عبر الحدود كل يوم وهذا يعتبر مدخولا بالنسبة للعراق لا يمكن أن يتوقف أنا أرى مسؤولين أمريكيين بمن فيهم في هذه الإدارة تصرفوا في الماضي لإيجاد حلول لهذه النزاعات في العراق وغير العراق ولكن الإدارة الآن تترك الأمر للسفيرة كما ترى في سوريا أرسلنا رجلا مهما على الأرض في دير الزور لمحاولة حل النزاع ويبدو أن هناك نجاح هذا ما نحتاجه اليوم في العراق وبطريقة مضطردة لا يمكن للسفيرة أن تقوم بكل هذا المشهود أستاذ كفاح إذن دور واشنطن هل من دور يجب أن تلعبه ويمكن أن تلعبه واشنطن وهل تسمع الأطراف كل الأطراف المعنية لنصائح أو لوساطة واشنطن يعني بالتأكيد للولايات المتحدة الأمريكية لأن العراق الحديث بالتأكيد هو مشروع أمريكي بعد 2003 يعني سوى المشروع الديمقراطية إعادة إعمار العراق الاستثمار مسائل النفط صناعة الطاقة عموما من مصلح الولايات المتحدة الأمريكية أن تنجح التجربة هنا في العراق لكن إلى أي مدى كان المسؤولين الأمريكان الذين عملوا في بغداد أو في أربيل منذ 2003 وحتى يومنا هذا كم من نجاح الذي حققوه أنا لا أرى أنهم حققوا نجاحا كبيرا بدليل أنها كل المبعوثين الأمريكان لم يستطيعوا أن يوصلوا درجة النجاح إلى 50 على الأقل 50 بالمئة دكتور أحمد قبل شوية قال أكو جزء من الوساطة أن السفيرة بدأت تحاول أن تسوي توحيد للبيش مارقة مثلا وقلت حضرتك مشروع أمريكي أو البروجيكت بدأ أمريكي اليوم المفروض المشروع صار عراقي الاستثمار فيه المفروض استثمار عراقي الأكراد جزء من هذا الاستثمار هل الأكراد اليوم قادرين على أن يقدموا هذه ما أقول تنازلات لكن هذه هي التفاصيل في صفقة من أجل أن يتم الحل والتقارب بما أن الأمريكان لا يتوسطون أنا أعتقد الأكثر إيجابية في المشهد السياسي العراقي الأكثر إيجابية والأكثر جدية في إيجاد حلول للإشكاليات بطريقة الحوار بشكل مدني هم قادة الإقليم وهذا ما أثبتته الأيام حتى الأحداث الأخيرة في كاركوك أنظر كيف كان رد الفعل هنا على مستوى الإقليم رد فعل هادي وحكيم على عكس ما حصل في كاركوك لكن بيودي أيضا من باب الثناء على الزميل الدكتور أحمد أتذكر في 2006 كنت في جامعة أنقرة وتحديدا في كلية العلوم السياسية وكان الحديث عن الدستور العراقي وتحديدا كان هناك سؤال عن المادة 140 ذكرت الدكتور روان وأعتقد كانت في حينها عميدة هذه الكلية قالت ما نخشاه أن تركيا وإيران لن تسمح لا بتطبيق الفيدرالية في العراق وستضع عراقيل كثيرة بل ولن تسمح حتى بتطبيق المادة 140 ضحكت قلت عن طريق كيف نحن غادرنا هذه الحقبة من التعامل الدولي قالت عن طريق أذرعها التورانية الجديدة التركية والميليشيات الإيرانية هذا الكلام في 2005 أو 2006 ماكو أذرع بالأقليم الميليشيات قد تطورت وتنمرت إذن بالضبط كما قال الدكتور أحمد هناك بالفعل التأثير الأقليمي واضح جدا ولكن لاكو تأثير أقليمي بالأقليم حتى في الإقليم هناك وغط إيراني على الإقليم هناك وغط تركي لا يكاد يمر شهر في الإقليم دون أن تقصف إما تركيا أو إيران تقصف الإقليم لا قصد ماكو داخل الإقليم ماكو داخل الإقليم ناس يحاولون أيضا يشتغلون على مسألة مصالح تركية ومصالح إيرانية لأنه حضرتك قلت الجانب التركماني به وجانب الميليشيات بي. بس ما قلت شيء بالأقليم. لا لا بالتأكيد. لو لم يكن هناك صدى للتأثير التركي والإيراني. حتى في الأقليم. لما كانت تضخمة هذه الأمور. زين سات كفاح. خل اسمع من كنذ. لكن يبقى العتب. لحد الآن الدور الأمريكي لم يكن استراتيجيا بمستوى الفعل الذي قامت به أمريكا في 2003. وهذا الكلام يمكن يتفق به مع حضرتك سفير جفري. هذا ما ذكره على الأقل في هذه المرحلة. يرى أن الجهد يجب أن تكون بطريقة أفضل. ونسأل كينيث كاتزمان أمريكي آخر. وهنا في الولايات المتحدة. كينيث علاقة واشنطن بحلفائها. بواشنطن حليفة للأكراد. حليفة للأتراك. حليفة للعراقيين. ألا تعطي واشنطن دور أكبر وأهم في حل هكذا نوع من الخلافات. وهل يمكن لواشنطن أن تقوم بدور أفضل؟ هل ترى الدور الحالي كافي؟ أعتقد أنه سيكون من الصعب لواشنطن أن تتدخل أكثر من ذلك. نحن دخلنا في فترة الانتخابات. البيت الأبيض والإدارة يركزون على أمور أخرى في المنطقة. إلى جانب أوكرانيا والصين. حتى في المنطقة هناك تركيز أمريكي على أمور أخرى. كمحاولة التوصل إلى اتفاق بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل لتطبيع العلاقات. والتركيز على برنامج إيران النووي. وتبادل السجناء وأسعار النفط. وللأسف طبعا العراق هو مشروع أمريكي منذ العام 2003. ولكن هذا المشروع وضع جانبا إلى حد ما. أعتقد أن الكولونيل مكفالن أعتقد الذي هو المسؤول عن العمليات أمليات العزم الصلب ضد داعش. هو يغادر الآن منصبه. وهو في الواقع هدد الأكراد. قال لهم عليكم إعادة وزارة البشمرغة وتوحيد البشمرغة أو التوصل إلى التعاون بين مجموعتين البشمرغة. وإلا سيكون صعوبة بمكان لوزارة الدفاع أن تستمر بتوفير المساعدات التي كانت تقدمها للأكراد والبشمرغة. وبالتالي عبر المسؤول العسكري واشنغتون هددت الأكراد وحاولت أن تضغط على الحزبين الكردستانيين. طبعا أيضا هناك محاولات تتعلق بالنفط العراقي. لأن إيران لا تريد أن يمر النفط العراقي عبر تركيا. لأن إيران تريد أن يعتمد العراق بشكل كامل على إيران. هذه هي استراتيجية إيران. دكتور أحمد شريفي. هل منطقي أن نرى ما نرى من خلافات ما بين الأقليم وما بين بغداد في وقت الحكومة العراقية عدها طموحات واسعة وكبيرة في تنمية ومشاريع حتى رئيس الوزراء تقول أنها ستضع العراق على الخارطة الاقتصادية في المنطقة المصلحة حتى إذا كان أطراف تريد أن توقع ما بين بغداد ومع أربيل لكن الكتلة الأكبر في بغداد المفروض هي باتجاه الحكومة تدعم الحكومة بقدر تعلق الأمر في اتلاف إدارة الدولة واضح جدا للتأثير الإيراني وعدما نتحدث عن التأثير الإيراني تلقائيا نتحدث عن غياب المصالح العليا للعراق لأنهم لا يرون أن نجاح التجربة في العراق ستنعكس إجابة عليهم بل هي تمثل تهديد لهم لذلك هم يؤثرون في صانع القرار السياسي ولاحظ في كثير من الأحيان هناك انفعالات تظهر على السودان حتى في خطابه الإعلامي والكل يجمع على أنه يتعرض إلى ضغط هذا الضغط هو فقط من اتلاف إدارة الدولة أم من جمع اتلاف إدارة الدولة وجعله في برنامج محدد وحدد له الأهداف لذلك في تقديري أن الإقليم في المرحلة القادمة سيمر بأزمات معقدة ومركبة حضور الدور الإيراني الواضح حضور الدور التركي واضح لكن المؤثر لسفيرة الأمريكية في تقديري يؤدي إلى تفعيل حالة من فرض إرادة جديدة هذه الإرادة جديدة باتت تستقبل ويجرى الاستجابة لها لأنه من قبل منه يعني يتم الاستجابة من قبل منه والنشاط بالحقيقة من قبل الشركاء في الوطن عموما يعني الآن هناك نشاط للتهديئة في كاركوك هو يلسج من رؤية الولايات المتحدة في حين هو يتقاطع مع الرؤية الإقليمية التي ترغب في خلق أزمات بس استاذ كفاح يقول لك الجهد الأمريكي غير كافي النشاط الذي تقوم به السفير نعم يعني استاذ كفاح يقول الجهد الأمريكي غير كافي حتى السفير جفري يقول أن الجهد لربما ممكن يكون أفضل من قبل واشنطن بالحقيقة الأزمات مركبة وهي لا تتعلق فقط في الشأن العراق المشكلة أن العراق عقدة استراتيجية تلتقي فيها نقاط التقاطع والتباين الإقليمي وبالتالي هناك صراع ما يعنينا أنه كاستحقاقات انتخابية للمرحلة القادمة سلشه التحسن هذا متوقع وبالتحديد في كاركوك ستلقى بالمعادلة الديمقراط الذي كان غائبا بشكل كل عن كاركوك سيحضر بشكل كبير جدا وهذه واحدة من الأسباب التي دفعت إلى الأزمة وإلا هو ما مبرر الحكومة الاتحادية يعني إذا أفتح لمنقرات حتى أؤمن له عملية المشاركة الانتخابية والتداول السلمي للسلطة لا يحق للأطراف الآخرين لاعتراض هذا نشاط سياسي انتخابي شكرا لا يجوز لأحد سواء كان تركمانيا أو عربيا أن يرفض الدور التركي في محافظة هي أساسة تمثل القوميات الثلاث شكرا دكتور أحمد خليني أذهب إلى فاصل أخير وبعد الفاصل ما هي التوازنات والرؤية الاستراتيجية التي تحاول واشنطن خلقها في العراق والمنطقة أهلا بكم في الجزء الثالث والأخير من حلقة الليلة من بالعراقي نواصل الحديث مع ضيوفنا الكرام وأعود إلى السفير جيمس جفري سعادة السفير هنا في هذه الفقرة نحاول أن نتحدث برؤية 30 ألف قدم كما يقال وهي الرؤية الأوسع للستراتيجية الأمريكية في المنطقة كنت أتحدث عن التحالفات في المنطقة مع السيد كاتسمان أيضا قبل قليل مسألة أن واشنطن لديها تحالف مع تركيا لديها تحالف مع العراق لديها تحالف مع الأقليم هذه التحالفات هل تستفيد واشنطن في الوقت الحالي من هذه التحالفات لبناء رؤية واستراتيجية جديدة في المنطقة أم أنها تحاول أن تحافظ فقط على توازنات لأن المشهد معقد عقدة كما قال دكتور أحمد نعم كل ما قلته جواب سيء أعتذر ولكن واشنطن تعلمت مع أزمة تايوان ومع أوكرانيا إن منظومة الأمن الجماعي الذي كانت تديره واشنطن منذ العام 1945 أولا مهدد أكثر من أي وقت مضى منذ العام 45 وثانيا أن هذا الاتلاف يضم عدة دول وهو حقيقي ولكن ثالثا يجدر أن يدعم في كل مكان لذلك لا أتفق مع الزميل كين كاتسمن هو على حق أمريكا لديها الكثير من الموارد الموجودة في المنطقة لدينا قوات مسلحة ولدينا إنفاق كبير عسكري ولدينا دعم ديبلوماسي ولكن السؤال هو كيف نستعمل هذه المقدرات وهو قدم خير مثال هذا القائد العسكري ولدينا الآن 2500 جندي أمريكي في العراق هم منذ العام 2014 منعوا انهيار العراق وكذلك منعوا الدولة الإسلامية هذا هو العمل الدبلوماسي ولكن علينا أن لا نركز على فكرة أن البنتاجون عليه أن يتصرف في كافة المستويات وعليه الضغط من أجل توحيد البشمرغ ما الذي يجدر أن نفعله هو أن نقوم بمبادرات ديبلوماسية لنضغط على الحزبين الكرديين ليتعاونان على المستوى السياسي هذا ممكن هذا حصل عبر السنوات عندها يكون هناك جبهة موحدة للتفاوض مع بغداد ومع أنكرة ومواجهة الإيرانيين بدل من أن نهدد حلفاءنا ونحن نحتاجهم ضد الدولة الإسلامية نضغط عليهم نهددهم ليقوموا بعمل سحري بروقراطي وليخلقوا شيئا لا أحد يهتم به باستثناء بعض الجنرالات في أمريكا هذا ما نفتقده علينا أن ندير كل هذه المبادرات وكل هذه القدرات وكل هذه الأدوات التي نمتلكها علينا أن نستعملها بطريقة الملائمة أنا لا أريد أن أنتقد كان ولكن أنتقد السياسة كنث كازمان لعلي أسمع منك قبل أن أذهب لأستاذ كفاح بما أن السفير علق على ما قلت إذا كان لك ما تريد أن تضيف كنث كازمان نعم أنا أشير إلى بعض الوقائع أمريكا الآن تتوجه نحو الانتخابات ومن الصعب جدا أن نبدأ بأي مشروع جديد أو مبادرة جديدة الآن الرأي العام الأمريكي تعب من الانفاق على النزاعات الإقليمية ونرى أن هناك حتى مقاومة لمساعدة أمريكا لأوكرانيا أنا أيضا أريد أن يكون هناك تركيز قوي على العراق لأن العراق مشروع أمريكي أساسي للمنطقة نريد أن يكون العراق مستقرا وإلا إيران ستتمكن من السيطرة على العراق بطريقة أقوى والهدف الستراتيجي هو منع إيران من استعمال العراق كعمق استراتيجي وذلك يتطلب ديبلوماسية ويتطلب وجودا ولدينا 2500 جندي وهذا يحتاج أيضا إلى موارد اقتصادية ومساعدات واستثمارات ولكن للأسف الآن الصبر الأمريكي أصبح محدودا في هذا الإطار وأوكرانيا والصين تستحوذ على 90% من التركيز الأمريكي من الصعب جدا أن نبدأ بمبادرات جديدة حول العراق أو أماكن أخرى سيد كفاح محمود سؤال بما أن نتحدث عن هناك إرادات إقليمية تفرض حضرتك قلت وكل ضيوفنا تقريبا أجمعوا أن هناك إرادات إقليمية تفرض على الأطراف المختلفة في الإقليم وفي بغداد سؤالي ما الذي تريده طهران من أربيل وضح لنا هذه النقطة الضغط باتجاه ضد أربيل ماذا تريد طهران من أربيل أستاذ علي أعتقد الإيرانيين أدركوا بأنه الجدار الوحيد الذي لم ينجح في اختراقه هو الجدار الذي يقوده الرئيس مسعود بارزاني ولذلك تراهم يركزون بهذا الاتجاه لاحظ عملياتهم في مناطق النفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس مسعود بارزاني حتى الميليشيات خطابها السياسي وأجهزة دعايتها تركز دائما على شخص الرئيس بارزاني وعلى حكومة السيد مسرور بارزاني وواضح جدا أن الإيرانيين يدركون جيدا أن أي نجاح في حقل الطاقة على سبيل المثال سواء في صناعتها أو تصديرها سيؤثر على اعتماد العراق على الطاقة الإيرانية بمعنى أن الغاز الإيراني حينما أعلن سيد مسرور بارزاني في دبي في مؤتمر الطاقة قبل أكثر من سنة باقي مناطق العراق مخلصة تعاون معنا باقي مناطق العراق جد مستفادة من البانزين أو من العفو من النفط اللي بالإقليم وهذا ما يترجعنا الموضوع ثاني يعني هو هذا الإقليم مثلا يا سيدي الفضل هو المنتوج الذي عندنا ما أبدو ما يكفي للاستهلاك المحلي هذا الإقليم لكن قاطعتني أنت تفضل لا تفضل لا تفضل لو كان هناك تعاون من بغداد مع الإقليم لكنا نستطيع أن نعوذ حتى ما خسرته أوروبا من الغاز الروسي لكن هناك شرط أنه تعاون العراق معنا لأن لدينا كم هائل من الغاز وهذا أحد الأسباب التي جعلت إيران تضغط لأنه ستخسر عملية تصدير الغاز الإيراني إلى العراق هناك أسباب كثيرة ولذلك نعتقد الإيرانيين لن يسمحوا حتى بالتقارب ما بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني لن يسمحوا أيضا للولايات المتحدة الأمريكية أن تمتد كثيرا في مناطق سيطرة الميليشيات واضح جدا منطقة الحدود ما بين سوريا والعراق هناك صراع خفي بين القوات الأمريكية وبين الميليشيات إلى أي مدى ستساعد أستاذ كفاح ما خالف رجعك شوية كم شهر لي وراء يمكن ويا حضرتك سوالفنا بالبرنامج هنا لماذا تتحالف أو يتحالف الأقليم أو يتحالف البارتي مع هذه الأطراف التي بالأخير وصلنا لها النتيجة هل هو قصور رؤية بالبارتي لو أكو مواضيع أكبر وباختصار أنا أعتقد السيد السفير ربما مطلع أكثر من عندي على كثير من أسرار النشاط الأمريكي أنا أعتقد الأمريكان كانوا من المؤيدين لمشاركة الديمقراطي والسيادة في إدارة الدولة لكي لا يذهب العراق إلى الفوضى وكما ذكرت لك المشروع المشروع أمريكي لو لم يذهب الديمقراطي والسيادة إلى التحالف بشروط مع إدارة الدولة والتي انقلبوا عليها لكان ذهب العراق إلى فوضى وتشكلت دويلات الميليشيات على طراز الميليشيات أو الدويلات التي تشكلت في الأندلس قبل مئات السنين عموما أنا أعتقد وأكرر لحد الآن درجة النجاح الأمريكي في العراق لم تصل إلى 50% للأسف ولذلك تتراكم الإشكاليات بين بغداد وأربيل ويتضخم الدور الإيراني في الإشكاليات العراقية شكرا أستاذ كفاح دكتور أحمد من يملك مفاتيح الحل لأزمات العراق الداخلية على الأقل حالي لا زالت الولايات المتحدة تتحكم في إدارة الأزمة في العراق وفي تقديري أنه مبدأ كارتر الذي بدأ بالخليج بوصفه مجالاً حيوياً ضامناً للأمن القاومي الأمريكي الآن بدأ يتمدد باتجاه تحالف استراتيجي مع العراق بل الأهم أنه سيحقق في قادم الأيام بحسب تنبؤ تماث مع حوض البحر المتوسط عبر سوريا لا سيماً أن المجلس الذي يشرع الآن في كتابة الدستور لمستقبل سوريا هو يأخذ بنظر الاعتبار الفيدراليات وبما أن حزب البعث لا يتكيف مع نظرية النظام الفيدرالي في سوريا فمعنى ذلك أن النظام سينهار إذا انهار النظام في سوريا فسيكون هناك عزل إضافة للعزل الجغرافي لإيران العزل السياسي وهذه معادلة مهمة أما بسألة التماس مع حوض البحر المتوسط عبر حلفاء للولايات المتحدة فهي متاحة وميسرة بشكل كبير جداً لا سيماً فيما يجري من قصد وتحالف